من جديد تعود ميليشيات أسد لممارسة هواياتها المفضلة بقتل المدنيين في إدلب وتدمير منازلهم وتشريدهم مجزرة باشعة جديدة ترتكبها الميليشيات الطائفية في بلدة معارة النعسان شمال أدلب بعد استهدافها بقذائف المدفعية للتجمعات السكنية في البلدة ما تسبب بمقتل ستة أشخاص معظمهم نساء وأطفال من عائلة واحدة بعد سقوط قذيفة هاو على منزلهم فضلا عن إصابة آخرين والله أنا مزكا معارة النعسان سمعنا صوت ضربة كل نهارين تلعدي مسمع صوت ضربة جينا مكان الضربة فيه هنا عائلة مؤلفة من شخصين أخوة وعائلتهم مجتمعين في عرض الدار حيطين سفراء بياكلوا فرق الدفاع المدني سارعت إلى العمل على انتشال العالقين تحت الأنقاض وإصعاف الجرحى إلى المشافي القريبة واستحالة من الرعب والهلع الكبير في صفوف الأهالي الذين ضهقوا ذرعا بتغاضي المجتمع الدولي عن إجرام ميليشيات لا تعرف سوى لغة القتل والتدمير لا تزال ميليشيا السطائفية تواصل استهداف هذه المنطقة ولا تزال طائرات الاستطلاع تحلق فيها الأجواء وعلى مبدأ ملة الإجرام واحدة ميليشيا قصد تصر على مساندة ميليشيات أسد بإزهاق دماء السوريين في الشمال حيث جرح ستة أشخاص بينهم طفلة جراء قصف مدفعي للميليشيات على مدينة جرابلس شرق حلب مجازر وإراقة مستمرة لدماء المدنيين شمال سوريا وسط تناحر مستمرا للفصائل العسكرية آخرها مقتل عنصرين من فصيلين تابعين لما يسمى الجيش الوطني بريف مدينة عفرين شمال حلب باشتباكات بينهم وكأن تلك الفصائل وجدت للتضييق على المدنيين والصراع على المكاسب وتقاسم السلطة لا لرد على ميليشيات تقتلهم في كل حين